السلام عليكم. كل عام أنتم بخير وإن شاء الله أن تكون سنة 2020 بداية الخير كله علينا جميعا. قررت أني أسرد لكم 11 خاطرة شخصيا أثروا فيه وخلوني أعيد مواقفي وترتيب أفكاري. دعني نسميهم 12 حدث غير من حياتي بسنة 2020. أول درس هو أنه بعتبر أنه صار عندي إيمان أكتر وإيمان أعمق بقدرة الله سبحانه وتعالى. كثير أحداث مريت فيها أنا بصورة شخصية في ظاهرها كان سيئ ولكن لما تمعنت فيها اكتشفت أن الله سبحانه وتعالى اختر لي الأفضل. حتى لو أنها كانت مكلفة نفسيا مكلفة ماديا جسديا فكريا لأن الحمد لله أنا راضي بكل النتائج. أعتبر أن هذه كانت أفضل سنة لإلي على الإطلاق من يوم وصولي إلى كندا بسنة 2015. سبحان الله قديش الناس ادايقت من سنة 2020 ولكن أنا شفت أنه سنة 2020 كانت في مثابة استراحة. استراحة ليس لإننا كبشر حتى استراحة للأرض. اللي بذكر بسنة 2019 فيه أمور كتير مرت على الكرة الأرضية تعتبر مأساة في تاريخ الكرة الأرضية. مثل حرائق الأمازون حرائق أستراليا اللي ظلت مستمرة على أكتر من ستة شهور قضت على الحياة الطبيعية والبرية في هاي الأرض. إلى أن هذا الوباء اللي انتشر قد يكون من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا بأنه يرجع يحيي الأرض مرة أخرى ويعطيها بريك من الطغيان والأشياء اللي إحنا بنعملوا بالبيئة تبعتنا. بذكر أنه لما صار الحجر وصار منع التجول وكل هاي الأشياء سكرت عنا بكندا. بذكر أنه كتير فيديوهات نزلت كانت تتورجي قديش الحياة البرية بلشت ترجع لطبيعتها حتى في المدن. أنا عايش في مدينة تورونتو في منتصف الداونتاون منطقة مكتبة بالسيارات والعماير. إلى أنه وقت ما صار الحجر والإغلاق المنطقة أصبحت هادئة جدا. دائما عند مدخل العمارة تبعتي أشوف مجموعة من الثعالم. تخيلوا أنه الحيوانات البرية وصلت للمدينة لأنه بطل في بشر يعترضهم أو يخوفهم. صار دائما أصورهم عندي بالستوري على الإنستجرام أد ما أنا كنت عندي شغف بفكرة أنه هذول الحيوانات موجودين صاروا في المنتصف المدينة. خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هاي لحالها يعتبر إنجاز بشري لازم يتأرخ بأنه انتهى مع سنة الـ 2020. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. العبرة الثانية هي أنه صحيح أنه إحنا في كتير محن مرينا فيها بالـ 2020. لكن بصراحة أنا شخصيا اكتشفت أنه أكبر محنة مريت فيها هم الناس البشر المجتمع والبيئة اللي أنت بتعيش فيها. وهذا الموضوع رح أطرق له في نقاط أخرى إلى أني وجدت أنه أكبر مشكلة موجودة دائما من مر فيها وهي العقب الأساسية هم البشر. الدرس الثالث اللي أنا تعلمته في سنة الـ 2020 هو التغيير والتطوير من النفس. جاني تعليق على أحد المنشورات اللي أنا نزلتها لما طلعت إجازة واللي سيد فادي ما الذي غيرك؟ في بداية مشوارك في اليوتيوب وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي كنت أكثر المنتقدين للحياة في كندا. وتتكلم عن غلاء المعيشة وعلى الجانب الخفي من كندا وحياة الليل والآن أراك تلمع في صورة كندا هل هي الشهرة والمال أم ماذا؟ التغيير والتطوير هي قد تكون واحدة من المشاكل اللي إحنا منعاني منها دائما بالفكر تبعنا في المجتمعات العربية. دائما ترى عدم فهم واستيعاب لفكرة التطوير والواحد إذا تغير موقفه مع الوقت هذا يعني إنه شخص بلا مبدأ وإنه متلون وبإنه بيغير مواقفه من اليمين إلى الشمال حسب المنفعة وهذا الموضوع فكرة لا بأس فيه. الواحد لازم يتغير لمنفعته ولا مصلحته لكن النقطة اللي أنا مستغرب لها أنه على مدار خمس سنوات من صناعة المحتوى ومن تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي. هل أنت متوقع أنه أنا لازم أظن عند موقفي وعند آرائي طيلة الوقت؟ هذا الموضوع صراحة استوقفني. إذا أنت اليوم مش راضي تتغير وتصير أحسن من النسخة تبعتك في الماضي معناته إحنا أمة لن تتطور. لا بأس بأنه الناس تتغير مواقفها ولازم تتغير مواقفها إذا ما تغيرت مواقفنا وآرائنا هذا يعني أنه إحنا ناس متعنتين. ناس نلتزم بأفكارنا ومنعتبر أنه إحنا آلهة ما عنا أخطاء في أنه كيف نقيم الأمور. هل هذا يعني أنه كندا أصبحت جنة؟ لا كندا ليست جنة ولكنها بالنسبة لي الآن بكل محاسنها ومساوئها كندا هي وطن. هل هذا يعني ما فيه انتقادات؟ نعم ولكني ارتقيت أنه لا أذكر دائما السلبيات تبعت البلد. عشان اكتشفت أنه إحنا نفسياتنا العرب نفسيات مرهفة جدا حساسة نوعا ما. فيعني ما بتقدر تظلت كل شوية تطلع لواحد تذكر له السلبيات فقط. حبيت أني أنا أذكر أمور أنا بلشت أستمتع فيها بكندا وبلشت أشوفها من منظار مختلف. عندي كتير سلبيات لكندا وممكن أسرد عنها فيديوهات من اليوم لبكرة. البيروقراطية اللي بنوجودة بالحكومة قد تكون هي صراطان هاي البلد. وهذا الموضوع يطول فيه الحديث في حلقات في المستقبل. إلى أنه الخلاصة من هذه العبرة أنه لا بأس أنه تتغير المواقف بين اليوم والآخر. هاي بتاخدني للنقطة الرابعة العبرة الرابعة وهي قد تكون من أهم الدروس اللي تعلمتها بسنة 2020. المبادئ والقيم لا تورث يا عزيزي. الناس للأسف بتفكر أنه أنت عندك مبادئ معينة وعندك قيم معينة قد تكون مستوحاة ومستمدة من الدين تبعك. من العقيدة، من المجتمع، من البيئة، من أي مكان. هاي المبادئ دائما تخص الأشخاص فقط. وإحنا دائما عندنا بنحاول أنه دائما نمسك هاي المبادئ ونغرسها بأبنائنا ونورثهم إياها. وإذا هذا الإبن ما أخذ هاي المبادئ وهاي القيم وبدأ يرى أمور يتفق معها وأمور يختلف معها فيتبنى اللي يتفق معه ويرمي باللي يختلف معه عرض الحائط. فبيبدأ البيئة تبعته يتهاجمه سواء كانت من بيته من بيته الأب يسيري نعته بأنه عاق، ابن غير بار، ابن سيء، ابن فاسق، فاسد. وإذا كان المجتمع برضه بيتفق مع هاي الوجهة النظر تبعت الأب ومعظم الوقت الأب بيتبنى الفكر تبع المجتمع. بيبدأ المجتمع كله ينبذ هذا الشخص. ذكرتني في جملة حكاها الكاتب رازا أزلان بالكتاب اللي أنا عملت له التقييم سابقاً اللي هو اسمه God a Human History. حكا أنه faith is a choice. Anyone who tried to convince you otherwise he's trying to convert you. ما ينطبق على الدين والعقيدة ينطبق على المبادئ والأفكار والمواقف. كل شخص بابني مبادئه وقيمه وأفكاره حتى وإن كان الرأي السائد والرأي المجمع عليه هو باتجاه الشرق وإن تقررت أنك تتبنى فكرة باتجاه الغرب. المبادئ والأفكار لا تورث بالإكراح. المبادئ تخلق وتستحدث. الدرس الخامس. التجارب والخبرات اللي إحنا نمر فيها لا تتطابق مع أي شخص على وجه الأرض. قد ما أنا أعطيك نصيحة أنك تمشي على رأيي وعلى فكري وعلى وجهة نظري اللي أنا مكونها. إذا أنت اتبعتها لن تحصل على نفس النتيجة لأنه كل واحد عنده بيئته المختلفة، ظروفه المختلفة. الوقت اللي هو اضطر أنه يتصرف فيه بهاية الطريقة اختلف عن الوقت اللي أنت مضطر أنك تتصرف به بهاية الطريقة. المعطيات اللي موجودة سواء كانت من الناس اللي حواليك الأصدقاء الأهل. الظروف اللي أنت تمر فيها هي اللي حكمت عليك تتصرف وتتبنى موقف معين. هذا لا يعني أنه إذا أنت قمت بتبني نفس الموقف تبعي بعد خمس ست سنوات بمكان آخر ببلد آخر رح تحصل على نفس النتيجة. قد تحصل على بعض الأجزاء من هاي النتيجة. قد تنطبق معك بعض الظروف ولكن هذا لا يعني أنه أنا لما أعطيك اليوم تجربة أنا مريت فيها. معناته أنك أنت تخذها وتتمسك فيها من الألف إلى الياب. خذ منها المناسب لك واللي أنت ترى أنه قد يساعد التجربة والمعركة اللي أنت بتمر فيها. واترك اللي أنت لا تتفق معي فيه. تذكر دائما أنه كل واحد عنده ظروفه ومعضياته. الدرس السادس. لكل مشكلة مهما كانت هاي المشكلة أو القضية العديد من الحلول إن لم يكن عدد غير متناهي من الحلول. فكرة أنه يوجد حل هو الأرجح وهو الأفضل هذا لا يعني أنه أفضل للجميع. ممكن يكون أفضل من منظارك من زاويتك من وجهة نظرك ولكن هذا لا يعني أنه ينطبق على الجميع. تمسكنا دائما بحلول واحدة قد تكون هي واحدة من أكبر المشاكل اللي اكتشفتها في سنة الـ 2020. دائما لازم يكون في فلكسيبليتي. يعني لازم يكون عندنا بعض المرونة. لا تكن هشا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. في بعض الأحيان لازم يتغير موقفك. لذلك لازم تتقبل وجود حلول أخرى وأراء أخرى. حتى لو أنه هذه الحلول والآراء تختلف معك برأيك بمبادئك بتوجهك بفكرك. تذكر أنه المرجعية ليست لك. في آراء مختلفة وكل رأي يحكم بالظروف والبيئة. لذلك أنا ذكرت بالنقطة السابقة أيضا أن التجارب لا تتطابق بين الأفراد. تجربتك الخاصة أنت تصرفت فيها بالطريقة هذه وكانت النتيجة صحيحة وصائبة. ولكن إذا أخذت نفس الحل اللي أنت عملته وطبقته بمكان وزمان آخر قد يكون النتائج كارثية. لذلك تعلم أن تجاربك، خبراتك، حلولك ليست المرجع الأساسي. النقطة السابعة، انتقي واختر الصديق المناسب اللي بيرفع من شأنك وبيهم أمرك ويشدد من أزرك. في مثل بالإنجليزي بيحكي لك قد تختلف مع بعض أفراد عائلتك ولكنهم مفروضين عليك. تعلمت أنه يجب استئصال أي شخص غير مناسب مهما كان مقربتك لإله. لذلك اختر الصديق المناسب. الدرس الثامن لا بأس بالهزيمة والانسحاب. الواحد لا يقبل فكرة الهزيمة أو الانسحاب. مهما كان الموقف بيظل معتد بآراءه وبأفكاره حتى لو أنك ما كنت مقتنع بالنتائج تبعت هذه المعارك وهذه الانسحابات. من أكبر الأخطاء اللي إحنا موجودة عندنا بالثقافة أنه بيظل الواحد بيحاول أنه بيواجه الدنيا كلياتها كأنه بطل. في بعض الأحيان الانسحاب بيكون انتصار. هذا لا يعني أنك أنت ما تنسحب في بعض الأمور أو تخرج. تعيد ترتيب أمورك وبترجع مرة تانية بتخوض المعركة لما أنت تكون مستعد لإلهام. واختر دائماً المعارك المناسبة. النقطة التاسعة أيضاً إلى دخل بتغيير المنظوم الذي حولك، بالتغيير المجتمعي الموجود حولك. كثير من الأصدقاء تواصلوا معي سابقاً في بعض الفيديوهات في بعض الأحداث. يكون رأيهم يدعم رأيه متفقين مع رأيه ومع طرحاته. ولكنه ما عنده الجرأة أنه يخرج على الملأ ويكتب هذا التعليق للناس كلية عشان تقرأه. عشانه خايف من الهجوم ومن التنمر اللي بتعرضوله دائماً من التعليقات والمعلقين. إلى أنه إذا أنت تطمح إلى تغيير المكان والبيئة اللي أنت فيها، لازم يكون عندك الجرأة بأنك تتمسك برأيك وبمبادئك وأفكارك وتشاركها على الملأ. لازم أنك تتكلم ويرتفع صوتك. غير هيك إذا أنت خايف ما تتوقع أنه سيصير أي تغيير. أستشاهدهم بقصة سيدنا موسى عليه السلام لما بعد محاولاته المتكررة مع بني إسرائيل إنهم يدخلوا معه ويذهبوا ويقاتلوا. بالآخر حكولوا إذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. شو كان حكم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ هل هم تيهوا في الأرض؟ أربعون عاماً. إذا وصلنا إلى هذه الحالة من الخمول وما عندنا القدرة إنه إحنا انقاوم هاي الأمور اللي موجودة حوالينا؟ معناته خلينا نظلنا تائهين في الأرض لأربعون عام لحييجي جيل جديد. يكون عنده القوة والجلد إنه هو يغير ويحدث التغيير اللي إحنا ما عندنا القدرة إنه إحنا نعمل. الدرس العاشر اللي أنا تعلمته إنه لا تستخفوا بنسائكم. بصراحة أنا سنة الألفين وعشرين حسستني بقيمة النساء اللي أنا حولي. وأنا ذكرتها سابقاً أنا الله سبحانه وتعالى أكرمني بأنه أنا عائلتي أغلبها من النساء. وبصراحة أنا هدول الخمس أخوات والدتي يعني كانوا سند لإلي بسنة الألفين وعشرين. بكل المراحل وبكل العقبات اللي أنا مريت فيها على مستوى شخصي عملي مهني وكل هذه الأمور. لذلك كل عام وأنت بخير يا أمي ويا أخواتي ولكل النساء بالعالم. الدرس اللي 11 اللي أنا تعلمته من العام الماضي. افترض إنه الشخص اللي قدامك بعرف إيشي انت ما بتعرفه. وهذه أحد الدروس برضو اللي ذكرها الكاتب في كتاب 12 rules for life. فيه إلو تشابتر بالكتاب بتحكي حتى إنه في فيديو جميل جداً نشرته قناة العربية السن الماضي. وكان واحد من أجمل الفيديوهات اللي شفته على السوشال ميديا. كان يتحدث على متلازمة الذكاء والعصبية. نحن دائماً موجودين بالمجتمع بتلاقي شخص بيدعي إنه بيعرف كل شيء. وبيختلف معك وبناقشك وبيحاول إنه يحبط كل معلومة أنت بتحكيها. لأنه يدعي المعرفة. وهذه الأشخاص بيكون عندهم مرض يعرف بمتلازمة الذكاء والعصبية. رح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف للناس اللي مهتمين إنهم يحضروا هذا الفيديو. لذلك أعطي مجال لنفسك يا أخي إنك تحكي إنك ما بتعرف شيء. مش كل شيء ينتظرون إنك تكون تعرفه. فيعني اسمع للطرف الآخر قد يكون عنده وجهة نظر وعنده شغلة هو شايفها من منظره وأنت مش شايفه. والدرس الـ 12 والأهم نظرية المؤامرة وأصحاب نظرية المؤامرة. وقدرت بالآخر أني أوصل لأنه الناس اللي بتآمن بهذه النظريات هي ناس عجزة عن تفسير الظواهر اللي عم بمر فيها المجتمع حواليه. لذلك بدأ يحس إن المجتمع عم يتآمر عليه. سواء كانت هذه الأمور إلها دخل بأمور طبية علمية أو غير علمية. الشخص دائماً لما يحس حاله عاجز عن التفكير وعن الفهم ببدأ يحس إنه العالم كله أو الناس عم تتآمر عليه. والإشي اللي بصراحة بدأ يحسسني عدم استيعاب الناس هو دائماً استخدام الاقتباسات في غير مكانها. صارت تصيبني دائماً حساسية كلما أقرأ تعليقات مثل تعليق دس السم بالعسل حق راض به باطل أخشى ما أخشاه أن تصبح الخيانة وجهة نظر. وتعليقات مثل هذه التعليقات المتكررة اللي بتكون أصلاً بغير مكانها. يعني الناس على الإنترنت صارت بس بتسمع وهي مش فاهمة. ابتعدوا عن نظريات المؤامرة. إذا أنت ما عندك القدرة على الاستيعاب، إذا أنت مش قادر تشوف أي سبب مقنع للأحداث والظروف اللي عم تمر حوالك، هذا لا يعني أنه العالم عم يتآمر عليك. ما توقفوا حياتكم بهذه القصص. هذه القصص هي كلها شماعة عشان يتعلق عليها كل المشاكل والعقبات اللي انت عم تمر فيها به حياتك. حبيت أن أشارككم هذه الدروس والعبر من سنة 2020. إن شاء الله أنه 2021 سيكون فيها دروس أفضل وعبر وتجارب أحسن وأنجح. كل عام وأنتوا بألف خير. وشاركوني في التعليقات أيش الدروس اللي انتوا تعلمتوها بسنة 2020. وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو القادم. كل عام وأنتوا بخير. تحياتي.